المتطوعون من خدمة إطفاء الحرائق الريفية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أخذوا قسطاً ضئيلاً من الراحة بعيداً عن مكافحة الحرائق في يوم عيد الميلاد للاستمتاع بإفطار وزيارة قامت بها رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيريجيكليان وقدمت بيريجيكليان الشكر لرجال الإطفاء المتطوعين على عملهم الشاق وكان بصحبتها رئيس خدمة إطفاء الحرائق الريفية في الولاية شين فيت سيمونز وتكافح استراليا حرائق الغابات منذ شهور بعدما عجلت تقس الحار والجاف ببدء موسم الحرائق وسجلت درجات الحرارة مستوى قياسياً تجاوز 41 درجة مئوية الأسبوع الماضي مع اشتياح موجة حارة شديدة البلاد كما أدى استمرار الجفاف لفترات طويلة في شرقي البلاد إلى خلق ظروف جافة تساعد على الاشتعال وتعد خدمة إطفاء الحرائق الريفية أكبر فرقة من المتطوعين لمكافحة الحرائق في العالم إذ يتجاوز عدد المتطوعين بها 72 ألف وأتت الحرائق المدمرة على ما يقارب عشر ملايين فدان من الأراضي في خمس ولايات وأودت بحياة تسعة أشخاص منذ سبتمبر أيلول ترجمة نانسي قنقر